قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش إن هناك حاجة إلى أكثر من عشرة بليار جرعة لتطعيم 70% من سكان العالم لإنهاء جائحة كوفيد-19 وذكر جوتيريش خلال افتتاح الجزء الوزاري من المنتدى السياسي رفع المستوى حول التنبية المستدامة أن العالم بحاجة إلى خطط تطعيم عالمية لمضاعفة إنتاج اللقاحات على الأقل وضمان توزيع العادل من خلال آلية كوفاكس وتنصيق التنفيذ والتمويل ودعم برامج التطعيم الوطنية نجوى البقالي والتفاصيل يجب أن يحصل الجميع في كل مكان على لقاحات واختبارات وعلاجة وإعانة كوفيد-19 هذا ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة مضيفا أن تطوير اللقاحات وترحها بما في ذلك من خلال آليات الإنصاف العالمية كما أشر الأمين العام إلى وصول متفوت لهذه الأدوات وخاصة اللقاحات في جميع أنحاء العالم وداخل البلدان وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن فجوة التطعيم العالمية تهددنا جميعا لأنه مع تحور الفيروس يمكنه أن يصبح أكثر قابلية للانتقال ومن أجل تحقيق هذه الخطة دعا الأمين العام إلى تشكيل فريق عمل للطوارئ يجمع بين البلدان المنتجة للقاحات والقادرة على انتجه ومنظمة الصحة العالمية وشركاء مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 والمؤسسة المالية الدولية الأمين العام شدد على أنه من الضرور بمكان في الوقت الحال توفر التمويل الكامل لمبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 ودعم خارطة طريق الاستثمار التي تبلغ قيمتها 50 مليار دولار أمريكي وذلك تحت قيادة سندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية ترجمة نانسي قنقر